اشتركوا في القناة وقال اوسيمين الفائز بالكرة الذهبية الافريقية في حفل جوائز كافا بمراكش ازور المغرب للمرة الثالثة وكلما حللت بهذا البلد المس تقدما كبيرا في جميع المجالات واضاف افضل لاعب في افريقيا المغرب يتقدم حاليا وهذا واضح لقد زورت مرافق جديدة وامكانني معرفة سر صحوته في كاس العالم الفين واثنين وعشرين وزاد بالقول ارشح المغرب ليكون منافسا عالميا لديهم الطموح ومقاومات النجاحة لذلك على بقية البلدان الافريقية ان تستلهم الكثير من هذا البلد وعن الجائزة قال اوسيمينة احمد الله واشكره على هذه الجائزة كانت حلما بالنسبة ليه واصبحت حقيقة واريد ان اشكر النيجيريين على دعمهم لي وكذلك اشكر القرى الافريقية واشكر الجميع على تشجيعي نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء